في أوروبا خاصة وخاصة باليونان نفسها كمان صعب جدا وعندك مشكلة ليدرشيب يعني اليوم ما عندك بأوروبا حدا عم بيقدر يقول نحن بالطليعة نحن وي ار ليدرز بدنا نتولى الموضوع كل ياته وفرام اي تو زي ونقدر نخوض هالمعركة من أولة لآخرة ونطلع اليونان من الأزمة الحكومة اليونانية ملتزمة انه تبقى باليورو زون وملتزمة انه تضل على اليورو طالما هي قادرة تلتزم بالشروط اللي مطلوبة واللي عم تطلبوا انه الشروط ما تكون شروط تعجيزية مشان انت تضل قادرة تلتزم بهذا الموضوع لكن الحديث رسميا الان عن خروج اليونان من منطقة اليورو رئيس الوزراء اليوناني كانت حدث عن هذا الموضوع لكن قال ان الحكومة ستعمل على تلافي هذا السيناريو ربما هذا يمكن اعتباره توطئ او تحضير لعملية الخروج اذا بتتذكر انت من تقريبا شهرين وثلاثة شهور اليونان كانت بتحارب من نطاق اذا بدك اقوى اللي هي انه نحن مش هنقبل معايير ونحن مش هنقبل الاصلاحات واللي ما عجبوا هيدا مشكلته بس اليوم شافوا انه ما عندهم غنى عن اوروبا ما عندهم حل الا بييد اوروبا وبالييد السيول الاوروبية وبيضخ الاموال الاوروبية لقلا ومشين هيك عم بيجربوا قد ما يقدروا يجربوا يقربوا وجهات النظر مش انت يقدروا يشجعوا هالافريقاء الاوروبيين المساعدة طبعا اليونانتا ما تطلع من اليوروزون لانه مش من مصلحتهم يطلعوا لانه اذا طلعوا فعليا اليوم طير يرجعوا على الدرخما صعب جدا طير يرجعوا يزبطوا العجز اللي عندهم يقدروا يسكروا الديون اللي عليهم حتى يخذهم ستين طويل جدا وهن ما عندهم هالاقتصاد اللي بيسمح لهم يعمل هيدا الشيء قابل الترويكا او الجهات الدائنة ربما قد ضاقت درعا بما يحصلوا او بالتماطل اليوناني فيما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات والوعود التي كانت قدمتها للترويكا لبوية الحصول على قروض الدائنين كذلك لديهم التزامات ولديهم ضغوط من الداخل كذلك صح ومن الجانب المالي صح لبما ليست الامور سهلة اليوم انت بدك تطلع على اذا بدك تاخد يعني على سبيل المثال خود اليونان اذا بدك تكمبيرت للكرايسيس طبعا المكسيك ب82 مثلا اليوم بس اشت المكسيك قالت نحن يا جماعة واعين بمشكلة ما قادرين نطلع منا الا بالمساعدة الافريكا الا نحن ما قادرين ندفع هالديون اللي علينا اضطروا المجتمع الدولي خاصة لانه كان في عندك عملية افلاس معلنة بس هذا عم بيقولك نحن اليوم افلسنا بدنا مساعدتك وانت بدك مننا مصاري بكمية هائلة اذا بتساعدنا في عندك امل انه نقدر نسددلك وبنفس الوقت الاقتصاد طبعك مش رح يندرب بينما اذا ما ساعتنا اقتصادك رح يتأثر العملة طبعك رح تتأثر وبنفس الوقت نحن فيطين بالحيط اذا بدك تقول يعني سو اليوم مستطلة مرحلة انه كل الافريكاء رح يجربوا قد ما يقدروا يساعدوا اليونان مش انت ما تعلن الافلاس الكامل الشامل يلي هو ما عنده حل والخروج من اليورو سو بس بنفس الوقت الافريكاء يلي بداخل الاوروبيين اليونانيين ما يعني منن متحيزين للسياسات الاوروبية وهنا يقولون لك نحن حابين ناخد استلالتنا ونحن نجرب نوضع الحل طبعا حتى لو بدنا نتحمل الازمة لثلاثة سنين ولا خمسة سنين الجايين احسن ما نتحمل اليونانيين لثلاثين سنين اللي مستمرة طيب انعكست كل ذلك على اليورو شهنة اليوم اليورو نوعا ما يتراجع لكن قد يكون ربما استراحة محارب بعد ارتفاعات الفترة القليلة الماضية يوم الجمعة تحديدا مع تعرضه او حصوله على دفع قوية من قرار الفيدرالي الامريكي وربما هذا ما يؤثر اكثر شيء على اليورو وليس قضية الديون طبعا اليوم انت اذا بتطلع الارار اللي تطلع من الفيدرالي هو ارار خلى الجميع التداولات بالعالم تكون ايجابية باخر فترة لسبب واحد انه مثل ما قلنا موضوع الموضوع ليدرشيب يعني اليوم بس القيادة بس تكون اماركا قادرة تاخد قرار قيادة وبالطليعة فيه بتحمس الافريقاء التانيين انه يعملوا قرارات ميسالية وملائمة لهذا الموضوع لكن يا كريم هذا يجعلنا نتسأل عن انعكاسات قرار الفيدرالي الامريكي على الاقتصاد العالمي ككل لكن سنحاول الاجابة عن هذا السؤال بعد فاصل القصير كنا معنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الى ضيفنا هنا في السوديو سيد كريم نخلا كريم مرحبا بك مجرد كريم قبل قليل كنا نتحدث او اشرنا الى موضوع الـ QE3 لكن هو برنامج مفتوح ليس له مدة محددة سينتدر الفيدرالي حتى تتحسن سوق العمل وتحسن وضع الاقتصاد الامريكي وثم يعيد النظر في عملية شراء السندات من خلال شراء 40 ما قيمته 40 مليار دولار من السندات المغطاة برهنات عقارية وبالتالي هذا يجعلنا تسأل عن التأثير الفعلي لهذا البرنامج على الدولار والى اي مدى يمكن ان يستمر وما هو المدى الزامن الذي اذا تطلع السياسة تبع الفيدرالي اللي اطلقتها انه تعمل هذا البرنامج لدعم خاصة القطاع المورجج وقطاع الريل استيتي اللي هو اكتر قطاع متأثر ولكطاع اللي كان عنده وضعه سيء بامريكا انا برأي هذا كرار ذكي جدا وصائب جدا يعني اليوم اذا تطلع بين الفرق بين امريكا والاوروبا ما قادرين يحطوا اسمه اصبعون على الجرح لانه ما بيعرفوا وين المشاكل اللي عندنا اياها بينما بامريكا شافوا انه نحن المشاكل اكتر شي اللي جاي حاليا جاي من هيدا القطاع خلينا نحنا تتاكل او نباشر بطريقة عمل تنجرب قد ما فينا نحسن هيدا القطاع هيدا اول شيء ايجابي عملوه تاني شيء المشكلة انه مثل ما انت تفضلت وقلت انه عندك اربعين مليار دولار شهريا سيصرفون لاجل غير مسمى وهي هون بتجي المخاوف لانه انت اذا تطلع هو اكبر او اقوى تدخل للفيدرالي منذ بدءه تدخل طبعا بتاريخه لانه ما عم بيحطر لك تاريخ محدد وين ما حيوقف يعني اليوم لابتالى الرقم قد يكون خيالي الرقم عم يكون خيالي يعني انت عم تحتك بطبع اموال خيالية لانه شو يعني يعني باخرة النهار عم بيضعوا هالاوراق المالية اللي هي عم بتأسر برنانكي لم يبدأ اي تخوف من ارتفاع معادلة تدخم بل اعطى ارقام معادلة وارقام وتوقعات ايجابية لانه برنانكي ما عم بيطلع عليها من ناحية التدخم فقط عم بيطلع فيها من انه التأثير الايجابي اللي هيدا البرنامج هيجيب على الماركت يعني اول شي بيقول لك هيدا شي حيوطي اللي هو البطالة اللي هي حاليا بالزبط اللي حاليا هي على 8 بالمية وهيدا رقم عالي جدا منذ 40 شهر وهي عادي هذا بالزبط وهيدا بالنسبة له واحدة من الايجابيات طبع القرار زيادة على هيك هيخلوا لنسبة الفوائد low rate near zero يعني قريبة من الزيرو بين 0 و25 بالزبط متوقع لحديث الـ 2015 وكمان برجع بقول لك انت بدك تاخد بعين اعتبار انه هيدا شي تم سنة الـ 2008 يعني اليوم صار له البروغرام ماشي بأربع سنين او رادي الفيدرالي يعلن انه لثلاثة سنين اللي جايين رح نظل على low interest rate اللي هو 0.25 or near zero بيسموه كمان ثلاثة سنين تانين هيدا قرار كبير جدا لانه ما بيقدر هو يعني منه من السهل انه تقدر تطبط هيدا شي بينما برنانكي متحمل المسؤوليات كلها لانه هو عنده الماندة يتبعه في المقاعد هو يتحمل المسؤولية لكن هناك من حمله المسؤولية وتحمل عليه بشكل قوي وصفعة قوية ما يترمي واحد منهم ما يتفضل قال ان برنانكي كان يجدر به ان يستقيل لانه ورط الاقتصاد الامريكي ويتحمل مسؤوليتها لانه يرى ان هذا البرنامج سيكون فاشلا ولن يأتي ولن يصل الى النتائج التي يتحط عنها برنانكي وبالعكس ستستفيد منه طبقة الاثرياء المزبوط المشكلة المشكلة انت اذا تطلع من ناحية هو اللي كان عن بيقول لك انه من سنة 2008 لحديث 2011 عندك تم شراء 2.3 تريليون دولار 2.3 تريليون دولار مشان تسايف هذه الايكونامي يعني اليوم انت عم ترجع تطرح 40 مليار شهريا اذا سمرت بالاضافة بالاضافة الكريم نذكر بال operation twist ما يتعلق بشراء او بيع السندات والأجر وشراء طويلة الاجر مظبوط لانك تربية فانانسي كيف حصلت مظبوط انت اليوم عندك 2.3 تريليون بثلاث سنين اربع سنين تخيل اذا عم تزيد 40 مليار لنسبة ثلاث سنين تانيين يعني شهريا يعني انت عم تزيد كمان مليار تريليون دولار زيادة على هالخسارات اللي اتكبدتها الحكومة